الخلاف بين التنين الصيني والنسر الأمريكي ليس وليد اللحظة لكنه بفعل شرارة الحرب التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا وتداعياتها التي كشفت بها واشنطن عن أنيابها تجاه الصين جعلت الحرب السرية كما وصفتها صحف غربية بالمشتعلة أكثر فأكثر سيما في وقت لاحق عند إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إجراء زيارة محتملة إلى تايوان ما جعل الصين تطلق تحذيراً للولايات المتحدة وإدارة رئيس جو بايدن مجدداً يضرب الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي بصورة علنية مباشرة الجيش الصيني إذ وصفه بالأكثر عدوانية وخطورة خلال السنوات الخمس الماضية وحسب ما نقلت صحيفة صينية فإن الجنرال الأمريكي أكد أن عدد عمليات اعتراض الطائرات والسفن الصينية في منطقة المحيط الهادئ مع الولايات المتحدة والقوات الشركة الأخرى قد زاد بشكل كبير خلال ذلك الوقت وارتفع عدد التفاعلات غير الآمنة بنسبة مماثلة طبول الحرب الباردة دقت منذ زمن واشتعلت في زمن دونالد ترامب لكنها اليوم أكثر حدية مع استراض الصين العسكري ونفوذها الاقتصادي سيما أنها تحسب على الصف الروسي الأمر الذي ينذر بتغيير خارطة العالم الاقتصادي على أقل تقدير أو قد تتغير بفرض القوة التي يكشر كل الطرفين فيها الأمريكي والصيني عن أنيابها في كل موجة هجمات وصلت إلى حد الهجمات اللاذعة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ما يجعل الترقب سيد الموقف في الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر